بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كلامنا في علم المنطق الدرس الأول من دروس هذه المادة ونتحدث طبق كتاب ميزان الفكر تأليف الشيخ فلاح العابدي والسيد صعد البخاتي الموسوي علم المنطق قبل أن نبدأ به نوضح مقدمة وهي أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان خلقه وهو خال الذهن لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن لما خلقه خال الذهن لا يعلم شيئا أعطاه أسباب المعرفة أعطاه الله تبارك وتعالى منح للإنسان أدوات معرفية يكتسب بها العلم ويكتسب بها المعرفة ويكتشف ما حوله من موجودات ومن معاني ومفاهيم يكتشفها من خلال هذه المفاهيم المفاهيم التي يتمتع بها الإنسان والله تبارك وتعالى أعطاه له أعطاها له هي الحس الحواس الخمسة فالإنسان أول ما يولد تنفتح حواسه السمع مثلا ثم البصر ثم باقي الحواس اللامسة والشامة والذائقة وكل واحدة من هذه الأدوات المعرفية أو الحواس الخمسة هي في الحقيقة الله تبارك وتعالى خلقها للإنسان ليتعرف من خلالها على نوع من المحسوسات فأعطاه البصر ليرى من خلالها الأشكال والألوان للأجسام المم التي تحيط به وأعطاه السمع ليتعرف بها على الأصوات ليتعرف على نوع من الموجودات نوع من المحسوسات وهي المسموعات أو الأصوات وأعطاه الذائقة ليتعرف على نوع ثالث من الموجودات وهي الطعوم وكذلك أعطاه الشامة ليتعرف على الروائح واللامسة يتعرف بها على أحوال السطوح أن هذا السطح ناعم أو خشن يابس أم رطب حار أم بارد وهكذا هذه هي الأدات الأولى الأدات المعرفية الأولى وهي الحس ويقصد بها الحواس الخمسة الأدات الثانية وهي الخيال ويقصد بالخيال توجد حافظة في ذهن الإنسان يلتقط عندما الحس يلتقط الصور سواء كانت الصور للألوان والأشكال أو صور الأصوات أو صور الطعوم أو الروائح أو الملموسات يخزنها في الذهن هذه لما تخزن في الذهن تتحول إلى صور بعد الحس ينقطع يعني الآن أنا رأيت هذا الكتاب ثم أبعدت نظري عنه أزلت نظري عن هذا الكتاب لكن صورته ستبقى في ذهني أو سمعت صوتا الآن وثم انقطع هذا الصوت لكن صورة الصوت تبقى مخزونة في ذهني هذه نعبر عنها الخيال الخيال يحتفظ بهذه الصور الحسية التي تأتي من الحس يحتفظ بها ثم عند قابلية أن يركب بين الصور مثلا يرى طائر له جناحان ويرى حصان فبإمكان الخيال أن يأتي بصورة ثالثة يركب بين جسم الحصان وجناحي الطائر فيصنع منها موجود ثالث وهذا اللي تعتمد عليه الحرف والفنون الآن التشكيلات والتركيبات يصور مثلا لوحة أو سجادة أو قماش معين أو صورة معينة يضع فيها شمس تضحك مثلا أو شمسا تحاكي موجودا آخرا آخر وهكذا أو هذه الصور المتحركة للأطفال أيضا في الحقيقة تبتني على هذه القوة وهذه الأدات التي من خلالها يدرك الإنسان الصور الصور نعبر عنها الحسية فهنا يدرك المحسوسات وهنا يدرك الصور الجزئية الجزئية الصور التي جاءته عن طريق الحس وبإمكانه أن يغير فيها يركب فيها ما يشاء الأدات الثالثة وهي الوهم المراد من الوهم ليس الوهم بمعنى الخطأ لأنه عندنا للوهم اصطلاحان عندنا الوهم بمعنى ما يقابل الظن يعني إذا كان مثلا عندي احتمال يعادل مثلا سبعين بالمئة أو ثمانين بالمئة أن فلان يأتي اليوم هذا احتمال أو أن هذا الخبر صحيح بنسبة ثمانين بالمئة هذه الثمانين بالمئة نعبر عنها ظن وما يقابلها أن احتمال يبقى كاحتمال أنه خطأ أنا أظن ظنا قويا بأنه صحيح هذا الخبر أو أن فلان يأتي ولكن يوجد احتمال ضعيف بنسبة عشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة مهم أقل من الخمسين بالمئة هذا الاحتمال نعبر عنه وهم لكن ليس هو مرادنا هذا اصطلاح آخر مرادنا من الوهم هنا هي قوة الواهمة قوة الواهمة يعني القوة التي تدرك المعاني الجزئية الخيال يدرك الصور الجزئية يعني الصور التي جاءتها عن طريق الحواس الخمسة يدركها ويتصرف فيها أما الوهم لا يدرك الصور وإنما يدرك المعاني الجزئية يدرك معنى الحب البغم يدرك هذه المعاني أفعال النفس المعاني ما يعبر عنها بالمعنويات ولكن لا يدركها بما هي كلية وإنما بما هي جزئية مثلا الطفل عندما يكون صغيرا ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو سنة بحسب اختلاف التمييز بين الأطفال من خلال تصرفاتنا معه يدرك أن هذا يحبني من خلال تصرفاتنا هذه الآثار التي هو يتلقاها عن طريق الحواس لا يدرك يعني عندما تلمسه برأفه وبحنان لا يدرك اللمس فقط وإنما يدرك شعورا آخر يدرك أنك هذه اللمسة هي في الحقيقة تعبير عن محبتك وعندما تمسكه بعنف ينزعج لأنه هو لا يدرك فقط اللمس وإنما يدرك ما وراء ذلك يدرك أنه أنت لا تريده أو أنت منزعج عنه أنت تبغضه هذه كيف يدركها الطفل أو حتى الكبير يدركها من خلال هذه القوة قوة الوهم فإذن صار عندنا الحس نرى فيه أو ندرك به الأشياء التي تجاورنا يعني الصوت القريب مننا أو الأشكال والألوان القريبة يعني طبعا بمسافات لما نقول قريبة يعني مسافات معينة لو صار الجسم أبعد من ذلك بعد لا يمكن أن نرى ولا يمكن أن نسمعه ونذوقه ونشمه كذا بمسافات معينة وإذا انقطع هذا الاتصال بيننا وبين المحسوس صور هذه العلاقة الحسية صورها تبقى مخزونة في الذهن من خلال وببركة نعمة الخيال فندرك هذه الصور وبعد ذلك ننتقل إلى قوة ثالثة وأداة معرفية ثالثة وهي الواهمة التي ندرك من خلالها المعاني الجزئية هذا المقدار من الإدراكات الثلاثة والأدوات الثلاثة مشتركة بيننا وبين الحيوان الحيوان له حواس هذه الحواس الخمسة موجودة عنده وقد تكون في بعض الحيوانات أقوى من الإنسان وكذلك أن الحيوان له قوة الخيال بدليل أنه يعرف صورة صاحبه صاحبه مثلا أو يدرك الطريق إذا سار بطريق معين يستطيع أن يرجع فيه لماذا؟ لأن صورة هذه هذا الطريق مخزونة عنده في قوة الخيال وهكذا أمثلة كثيرة على ذلك وكما أنه عنده قوة الواهم الوهم لذلك نراه يحب صغاره وإذا تعامل الإنسان معه برفق هو يدرك هذه المحبة الجزئية ويدرك البغض لأنه لو عنفته لو تصرفت معه بقسوة يدرك أنك لا تريده لا تحبه فإذن هذا الشيء مشترك بين الإنسان وبين الحيوان النقطة الرابعة أو الأداة الرابعة وهي العقل أو القوة العاقلة أو ما يعبر عنها بالناطقة هذه القوة مختصة بالإنسان يدرك من خلالها بعض المفاهيم الكلية إلى هنا كان إدراكاتنا كلها جزئية الآن نصل إلى الإدراك الكلي يعني من خلال العقل لا ندرك أن فلان يحبني فقط فلان يحبني لا لا ندرك محبة أبي محبة أمي محبة صديقي أو أخي لا أدرك الحب معنى الحب ما هو الحب هذا لا يمكن أن يدرك من دون العقل وهكذا ندرك باقي المفاهيم الكلية فندرك مثلا من المفاهيم الجزئية معنى الشيء ندرك معنى الوجود معنى العدم ها كلها إدراكات بواسطة العقل أذات معرفية رابعة وهي العقل كما ندرك مفقط المفردات ندرك بعض الجمل الكلية القوانين الكلية نعبر عنها القوانين الكلية لا يمكن إدراكها بهذه الأدوات الثلاثة وإنما تدرك بواسطة العقل مثل مثلا الشيء أو الجزء أصغر من كله يعني من المجموع الذي ينتمي إليه أو يعبر عنه بتعبير آخر الكل أعظم من جزئه الكل أعظم من جزئه أو مثلا لكل حادث سبب أو القضية التي هي أساس القضايا البديهية وهي الإيجاب والسلب لا يجتمعان يعني مثلا هذه النقطة مثلا هذه النقطة لا يمكن أن تكون هذا المكان لا يمكن أن يكون أسود ولا أسود هذا يقول لا يجتمعان هذه النقطة بعينها في زمان واحد في مكان في نفس الزمان وفي نفس المكان وفي نفس الوضع لا يمكن أن تكون شنوه سوداء وليست بسوداء هذا يعبر عنه بالإيجاب والسلب لا يجتمعان أو النقيضان لا يجتمعان مراد من النقيضان هو السلب والإيجاب هذا إدراك العقل إدراك مفاهيم بديهية ينعبر عنها لأنها لا تحتاج إلى جهد الإنسان مجرد أن يتوجه إلى الشيء يدرك قد يسمى باصطلاح آخر يعني بلغات أخرى قد يسمى باسم آخر لكن المراد معنى الشيء هو المراد لفظة الشيء قد لا يعرف اسمه يمكن إذا تلتقي بإنسان لا يعرف العربية قد تقول له الشيء لا يعرف الشيء ولكن يعرف معناه هذا مرادنا يدرك معنى الشيء معنى الوجود حتى إذا كان يسميه باسم آخر مو مهم الاسم أو اللفظ الحاكي عنه المراد العقل يدرك المعاني معاني الكلية فالشيء مثل الكلية الوجود بمعناه الكلية أو مثل عدم بمعناه الكلية وهكذا القضايا والقوانين الكلية أيضا يدركها في بعض في بعض الأحيان تكون القوانين ليست بديهية مثلا معنى الكهرباء أو معنى معاني كثيرة يعني الإنسان بمجرد أن يتوجه إليها أو بمجرد أن يسمع بها لا يعرف معناها فلابد أن ماذا لا بد أن يبحث عن حقيقتها يبحث عنها حتى يدرك ما هو المراد منها هذا نعبر عنها بالمعاني النظرية فإذن التي يدركها العقل بسهولة ومن دون تعب نعبر عنها بالمعاني البديهية الضرورية أما التي تحتاج إلى مؤنى وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تفكير فهذه نعبر عنها بالنظرية المعاني النظرية المعاني النظرية لا يمكن إدراكها بهذه السهولة لا بد من تفكير لا بد من الاستفادة من جمع المعاني يعني لا بد أن يركب بين هذا المعنى وذاك المعنى يبحث عن أمور أخرى فيستعين بعدة معاني حتى يتوصل من خلالها إلى المعنى الجديد وكذلك بالنسبة إلى القضايا أو القوانين قد مثلا هذا القانون مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة هذا مجرد أن يتوجه لها الإنسان لا يصدق بها لا يعتقد بها ولكن يحتاج أن يبحث يحتاج أن يقيم دليل عليها فلابد أن يذهب إلى بعض القوانين الأخرى يجمع قوانين أخرى حتى تحصل له الاعتقاد بهذه النظرية الجديدة أو القانون الجديد مجموع زوايا المثلث مثلا أو أي قضية أخرى هذا هو مدركات العقل فإذا صار عندنا الحس يدرك المحسوسات والمحسوسات دائما جزئية والخيال يدرك الصور الجزئية يعني عندنا صور جزئية وعندنا صور غير جزئية صور كلية ولكن الخيال لا يدرك إلا الجزئية كما أنه الوهم يدرك المعاني الجزئية عندنا معاني جزئية معاني كلية لكن الوهم لا يدرك إلا الجزئية المعاني الجزئية فيأتي العقل ويدرك الصور الكلية والمعاني الكلية ويغطي هذه المساحة بل ويدرك القضايا والقوانين الكلية أيضا هذه القضايا كما ذكرنا إذا كانت بديهية فيدركها بدون جهد بدون تعب أما إذا كانت القضايا نظرية فتبقى في حيز الجهل يعني تبقى في دائرة المجهولات يبقى العقل يجهل تلك الدائرة إلا إذا استعان بجمع القضايا فيجمع قضايا معينة أو مفاهيم معينة توصله إلى تلك الدائرة ومن خلال هذه الطريقة التي يعبر عنها بالتفكير سيتوصل الإنسان إلى معلومات جديدة ويفتح هذه الدائرة المجهولة دائرة مليئة بالمجهولات لأن الإنسان أول ما يولد خال الذهن فيبدأ يجمع معلومات بسيطة وهكذا تستمر به الرحلة المعرفية من خلال عقله فكل ما طالعه كل ما تأمله كل ما فكر ينفتح له باب المعلومات فتتحول المجهولات إلى معلومات يكتشفها يكتشفها شيئاً فشيئاً هذه العملية كما قلنا تسمى بالتفكير جيد وهذه العملية عملية التفكير في الحقيقة هي من أعقد وأخطر العمليات التي تقوم بها النفس الإنسانية مصير الإنسان في الدنيا وفي الآخرة في الحقيقة متوقف على هذه الحركة الحركة الفكرية الحركة الذهنية فعل من أفعال النفس هو التفكير حتى تكتشف المعلومات يعني حتى تنير طريقها يعني الطريق كثير من الأمور مجهولة فتبقى في ساحة الظلام مظلمة بالنسبة إلى النفس ولا يمكن أن تضع قدمها في مكان إلا إذا فتح لها العلم لا ينفتح لها ذلك العلم ولا ينار لها الطريق سواء كان في طريق الدنيا أو في طريق الآخرة إلا بواسطة التفكير لماذا لا يكون إلا بواسطة التفكير لأن التفكير أو فعل النفس أفعال نفس أي فعل تريد النفس أن تقوم به يريد الإنسان أن يقوم به أنا وأنت نريد أن نقوم بفعل معين هذا الفعل اختياري نحن غير مجبرين على شيء على فعل فهذا باختيارنا يعني نحن نختار هذا الفعل فيصدره منه جيد لما نجي نحلل هذا الفعل الاختياري كيف يصدر الفعل الاختياري من الإنسان هذا في الحقيقة متوقف على ثلاث مقدمات الفعل الاختياري الفعل الاختياري متوقف على ثلاث مقدمات المقدمة الأولى التصور يعني لا بد أن تتصور هذا الشيء تعلم به تتصوره يعني تعلم به ثانيا الإرادة أو عفوا قبل الإرادة الشوق الشوق طبعا الشوق أو التنفر يعني سننمثل بالشوق ثم الإرادة والعزم فلابد أولا أن نتصور هذا الشيء وإلا لا يمكن أن تفعل شيئا وأنت لم تتصوره فإذا أردت أن تأكل قطعا لا بد أن تتصور الأكل وإلا إذا كان الإنسان غافل عن الأكل أو لم يخطر بذهنه حتى إذا كان الطعام أمامه هو منشغل بشيء آخر يعني لم يتصوره ومنشغل عنه فلا بد أن تتصور هذا أولا ثانيا لما تتصور إما أن تتصور جهات الحسن فيه أو جهات القبح يعني هذا الفعل الذي أمامك إما أن يكون حسنا أو يكون قبيحا وقد يكون لا أنه هو الفعل فيه حسن وفيه قبح ولكن أنت لم تتصور إلا القضايا الحسنة فيه أو هو في الحقيقة قبيح ولكن زين لهم الشيطان يزين لك أن هذا حسن وإلا هو ليس بحسن قبيح الإنسان إذا يرجع إلى واقعه يجده قبيح على كل حال بغض النظر عن أنه هل هذا الذي تصورته نحن الآن أفرض تصورنا أن هذا الفعل حسن فيه قضايا حسن بغض النظر أنه هذا الحسن واقعي أو ليس بواقعي هل يوجد إلى جانبه قبح أو لا فقط حسن فإذا تصورنا الحسن هذه التصور يعني تصورنا حسن الفعل راح يصير عندنا شوق فإذا صار الشوق بحسب درجة هذا الشوق فكلما أدركنا حسن الشيء أو حسن الفعل بشكل أكبر وأوضح وعرفنا أن فيه فوائد أكبر ستكون نسبة أو درجة الشوق أعلى فإذا صار عندنا شوق كبير تحصل عندنا الإرادة والعزم على الفعل فإذا حصل العزم والإرادة صدر الفعل وهكذا إذا الإنسان تصور قبح هذا الشيء إذا تصور قبح راح يصير عندنا حالة من النفرة حالة من الانزعاج من هذا الشيء فإذا كان بدرجة قوية بعد أصلا يتنفر عنه ويبتعد عنه ويريد ألا يفعل يعني بتعبير نعبر عنه ولو بتعبير مجازي أنه يريد عدمه يريد ألا يصدر منه يعني في الحقيقة لا يريد فلا يصدر منه الفعل هذا هو في الحقيقة الفعل الاختيار هكذا يصدر الفعل كل أفعالنا الاختيارية الآن لما ترجع إلى مثلا رواياتنا الشريفة التي تصدر عن نبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته سلام الله عليهم لما يريد يحث أصحابه على فعل معين يصور لهم حسنه أنه إذا فعلت هذا الشيء فلك كذا من الثواب يغفر لك كذا من الذنوب مثلا ترفع هذا الفعل الذي تفعله يرفع لك كذا من الدرجات عند الله تبارك لذلك بعض الأمور لما تسمعها سريعا ما تفعلها لشدة الحسن الذي صورته لك الرواية وإذا أراد أن يجنبك عن فعل ما يحتاج لك افعل يقول الذي يفعل كذا يحصل له كذا من الثواب أما بعض الأمور التي يريد مننا أن نتركها يصور لنا قبحها لأن هذه الذنوب في الحقيقة لا يوجد إنسان يقول أنا لا أستطيع أن لا أفعل المعصية لماذا تستطيع لكن أنت تصور قبح المعصية ولا تتصور حسنها لأن بعض الإنسان يتصور اللذائذ الموجودة في المعصية فلا شك يقع فيها من حام حول الحمى وقع فيه فالإنسان لا بد أن ماذا يفعل لا يتصور اللذة التي تحف بالمعصية لا يتصور يبعد ذهنه عن هذه اللذات وإنما يتصور قبحها يتصور المشاكل الاجتماعية التي يعني تتسبب بها هذه المعصية أو المشاكل الفردية أو المشاكل الأخروية والعذاب الذي تتسبب به على كل فإذا تصور الرواية تجي تصور لك هذه المعاصي وهذه ما يحيط بها من القبح الدنيوي والأخروي الإنسان يتنفر عنها وهذا أسلوب جيد يعني أسلوب جيد للإنسان حتى يتزن في مسيرته يتصور الأمور بما هي هي بواقعيتها حسنها الواقعي وقبح الواقعي ولا ينخدع بهذه اللذائذ التي تحيط بها على كل حال فإذا أدرك ذلك قطعا سيكون الفعل أو الترك منسج مع ما تصوره فأولا التصور اللي هو العلم جيد فإذا كانت الصور التي عندنا ونحتفظ بها صورا حقيقية واقعية مطابقة للواقع صحيحة تكون أفعالنا الاختيارية منسجمة مع الحكمة منسجمة مع الصواب لأنه رح يصير عندنا الشوق لما فيه المصلحة الحقيقية وثم بعد الشوق إرادة أما إذا كان تفكير غير صحيح تفكير غير سليم فقطعا راح نتصور الأمور القبيحة نتصورها على أنها حسنة فإذا تصورنا القبيح تصورناه حسن قطعا راح نشتاق إلى القبيح فنقع في الخطأ ونقع في الاشتباه وهذا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية حتى الإنسان بغض النظر عن إيمانه وعدم إيمانه يريد يدخل في مشروع مثلا تجاري أو اجتماعي أو ما شابه فإذا أدرك خطأ يعني بحسب تفكيره الخاطئ توصل إلى أنه هذا الفعل جيد ينفعني في تجارتي ينفعني في عائلتي فتصور أنه فعل حسن والحال أنه لو كان تفكيره تفكيرا صحيحا لا علم أنه هذا التفكير أو هذا الشيء لا ليس بحسن هذا قبيح فإذن بناء مستقبلنا في الدنيا مستقبل الإنسان في الدنيا وفي الآخرة متوقف على التفكير الصحيح فإذا كان تفكيره تفكيرا صحيحا راح يدرك الحسن الحقيقي المطابق للواقع فيشتاق إليه فيصدر عنه ويدرك الأمور القبيحة وهذا قبح راح يكون القبح الذي تصوره قبحا مطابقا للواقع فيحصل عنده تنفر ويبتعد عنه جيد ومن هنا يتبين أن التفكير مسألة جدا خطيرة لأن مصير الإنسان متوقف عليها هذه المقدمة الأولى متوقف على التفكير هذه المقدمات الثلاثة هذه المقدمة الأولى هذه المقدمة الثانية هذه الثالثة إذا اجتمعت هو أساسها هذا إذا حصل الباقي تتحقق لا إراديا إذا أدركت الحسن تشتاق إليه فلابد أن تضع يدك هنا هنا تتصرف فإذا اجتمعت هذه الثلاثة صدر الفعل الاختياري يصدر لا محالة فإذن هنا أساس المشكلة أو أساس النجاة فهذا النتيجة نتيجة التفكير فإن كان التفكير تفكيرا سليما نصل إلى نتائج طيبة وإذا كان التفكير ليس بصحيح نصل إلى نتائج خاطئة وإذا صارت النتائج خاطئة الشوق يكون خاطئا والإرادة والعزم يكون خاطئا فيتصرف الإنسان والعياذ بالله تصرفات غير مقبولة عقلائيا واجتماعيا عند العقلاء تكون مرفوضة كثير من التصرفات التي يرفضها الشرع ليست هي مرفوضة في الشرع فقط حتى عند العقلاء أيضا مرفوضة جيد فإذا التفكير نقطة حساسة في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية مسألة في غاية الخطورة يبتني عليها مستقبل الإنسان الدنيوي والأخروي فعليه لا بد أن نبحث عن القوانين التي تجعل تفكيرنا تجعل تفكيرنا تفكيرا صحيحا بعيدا عن الخطأ أو لا أقل نقلل من من نسبة الخطأ حتى تصل إلى نسب قليلة جدا يمكن تداركها فهذه التفكير ما هي قوانينه ما هي شروطه كيف نتخلص من التفكير الخاطئ كيف نكتسب التفكير الصحيح وهذا ما نسميه بعلم المنطق الحكماء في قديم الزمان والبعض يذهب أنه بتعليم من الأنبياء السابقين سلام الله عليهم علموا الإنسان بعض القوانين التي منها يكون تفكيرا صحيح فجمعوا مجموعة من القوانين مجموعة من القوانين حتى نتصور الأشياء بشكل صحيح أو نعتقد بالأشياء بشكل صحيح ونميز الأفكار الصحيحة من الخاطئة هذه المجموعة نسميها ماذا؟ نعبر عنها بعلم المنطق فإذن علم المنطق هو هذا مجموعة من القوانين التي تحفظ لنا التفكير الصحيح التي تجعل تفكيرنا تفكيرا صحيحا وتبعدنا عن التفكير الخاطئ أو إذا وجدنا نتائج تصورات أو قوانين الآن خصوصا في هذا الزمان زمان كثرة المعلومات الانفجار المعلومات يعني في الثانية الواحدة يمكن يأتيك على النقال عشرات المعلومات هل كل هذه المعلومات صحيحة؟ لا بد أن نعمل تفكيرنا وهذه خطوة جيدة أن نستفيد من هذه القوانين حتى نميز هذه الأفكار الواردة علينا بشكل فضيع وبشكل مرعب جدا تغزونا وتدخل أفكارنا وهذا لما تدخل أفكارنا راح تسبب عندنا تشكل عندنا ثقافة معينة وإذا تشكلت عندنا ثقافة معينة فراح يصير عندنا شوق ويصير عندنا إرادة فنفعل من حيث لا ندل وهذا هو الغزو الثقافي يعني الآن الاستعمار الفكري صحيح الدول ابتعدت عن الاستعمار العسكري والاحتلالات العسكرية ولكن لم تتنازل عن الاستعمار الفكري والغزو الثقافي كيف تغزونا؟ بسهولة جدا بسهولة جدا مقال قصير يبعثونه إليك في قنوات التواصل الاجتماعي والكثير من الناس يصدق بها قل لما صدقت بها يقول هل سألين ما العلاقة مثلا؟ أو لا يهمني لا يضرني شيء أنه صدقت بها أو لم أصدق لا هذه المعلومة لما تقرأها راح تدخل في ذهنك وقد ترسخ في ذهنك اللا واعي فلابد حين القراءة لابد تفكر أن هذه المعلومة صحيحة أم خطأ تميز هذه المعلومة لقاح معين صرعا عليه هجمة يعني شيء نعبر عنها إعلامية بأنه هذا قاتل فأنت تقرأها والخوف مو مشكلة ولكن بعد ساعة أو بعد يوم يعطي هذا المقال حتى إذا أنت ما مهتم به لكن بعد ذلك يعطي ثماره فلا تلقح أما إذا أعطاك معلومة بالعكس فقد يشجعك على التلقيح فلابد أنه قبل أن ندخل هذه المعلومة يعني حينما نقرأها إذا ما عندك وقت لا تقرأها اترك المعلومات إلى وقت فراغك فحين تقرأ لما تقرأ المعلومة لا بد أن تفكر فيها تضع إصبعك عليها هل أنها معلومة صحيحة تدخلها في ثقافتك في ذهنك أما إذا كانت خاطئة فتبعدها وترد عليها يعني تقنع نفسك بأن هذه المعلومة خاطئة لأنها إذا دخلت إلى الذهن دخلت في هذه الدائرة وإذا دخلت في هذه الدائرة ترتب عليها المقدمتين الأخرين يترتب عليها الشوق والإرادة والعزم فيصدر منك من حيث لا تشعر أو من حيث لا تلتفت على كل حال فإذا لا بد من دراسة هذه القوانين حتى نعرف نميز بين الأفكار الصحيحة وغير الصحيحة وهذا من خلال علم المنطق فإذا علم المنطق باختصار شديد هو مجموعة هذه القوانين وإن شاء الله سيأتي مفصلا أنه قبل أن ندخل في هذه القوانين قبل أن ندرس هذه القوانين لا بد أن نتعرف على علم المنطق ما هو نعرف تعريف ما هو كل شيء له تعريف فما هو تعريف علم المنطق لأنه يقولون الشيء المجهول المطلق لا يمكن أن يطلب يعني إذا أنا في منطقة ولا أعرف أن هذه المنطقة فيها طبيب حاذق جدا فأنا إذا لا أدري بأنه هذا الطبيب يسكن هذه المنطقة لا أبحث عنه ولعلي أنا محتاج إلى هذا الطبيب بشكل كبير جدا ومع ذلك لا أبحث عنه لماذا؟ لأن لا أدري به لا أعرف أي شيء عنه لكن إذا علمت أن هذا الطبيب الحاذق موجود في المنطقة الفلانية قطعا أطلبه حتى إذا كنت بعيد عن تلك المنطقة أبذل جهدا وأبذل مالا حتى أصل إليه وقد أنا لا أعرف شيئا عن هذا الطبيب إلا اسمه وبعض التوصيات به فالمجهول المطلق لا يطلب يعني إذا أنا لا أعرف أي شيء عن هذا الفعل أو عن هذا الأمر المعين أو عن هذا الكتاب المعين أو عن هذه الشخصية المعينة لا يمكن أن أبحث عنها كذلك هنا المنطق علم المنطق كعلم لا بد أن نتعرف على بعض خصائصه على بعض ميزاته وصفاته وحقيقته حتى نقرر أنه نبحث في هذا العلم أو لا نبحث هل هو نافع حقيقة أو ليس بنافع فنبحث ما هو تعريفه؟ من هو الواضع لهذا العلم؟ ما هي فائدته؟ ما هي مسائله؟ المنهج الذي يعتمد عليه هل يعتمد على القانون العقلي؟ هل يعتمد على التجربة؟ أو يعتمد على الروايات مثلاً والنقولات مثلاً التاريخية والدينية؟ أو يعتمد على أي منهج؟ يعتمد على منهج الاستقصاء أو الاستقراء أو على أي شيء يعتمد في إثبات مسائله؟ يعني الآن واحد من هذه القوانين مثلاً كذا هذا القانون كيف تثبته له؟ وهكذا فلابد أن نبحث هذه الأمور التي يعبر عنها بإصطلاح الحكماء القدماء بالرؤوس الثمانية الرؤوس الثمانية يعني المعلومات الثمانية عن هذا العلم المعلومات الثمانية ثمان معلومات يعطيك عن هذا العلم يختصر لك المسافة فإنت تقرر بأن هذا العلم ينفعني أو لا ينفعني فإذن إن شاء الله من الدرس الثاني يعني الدرس القادم نبدأ بشرح الرؤوس الثمانية حتى نتعرف على علم المنطق بصورة إجمالية ثم نشرع بحول الله تبارك وتعالى في تفاصيل هذه القوانين التي تقينا الخطأ وتعصمنا من الخطأ وهناك شبهة أنه كثير من الذين درسوا المنطق ومع ذلك يخطأون هذه الشبهة من شاء الله نتعرض لها ونجيب عنها والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد